جولة جديدة من مباحثات الأزمة السورية انطلقت مشاورات أستانا الثالثة في العاصمة الكزاخية برعاية روسية تركية كعادتها إيران لا تترك شأنا إلا وتدخلت في خصوصياته لتترك آثارا سلبية على نتائجه الأحداث العسكرية الدامية على الأراضي السورية تبين إجرام الميليشيات الإيرانية وخرقاتها المتعددة للهدنة المفروضة في المناطق الساخنة أسامة أبو زيد المتحدث الرسمي باسم المعارضة السورية المسلحة أكد مجددا أن المعارضة لن تشارك في مشاورات أستانا الثالثة ولن تحضر في كزاخستان ذلك لأن طلب الوفد المفاوض بتثبيت وقف إطلاق النار حسب المبادرة الروسية في أستانا الثانية لم يتحقق بل ازدادت العمليات القمعية لنظام الأسد وحلفائه من الميليشيات موسكو تريد أن تجد آلية لإدراج أو لضم الأطراف الأخرى يعني منصة القاهرة ومنصة موسكو ومنصة حميميم الأطراف القريبة بشكل أو بآخر من موسكو إنعقاد أستانا الثالثة في غياب المعارضة السورية المسلحة ينسفها من الأساس لأنها تصبح مفاوضات من طرف واحد في الوقت الراهن جنبا إلى جنب مع زملائنا في وزارة الدفاع نتواصل مع المعارضة السورية الذين قاطعوا المحادثات ونحن نعتقد أن الأسباب التي ذكرت على الأقل في وسائل الإعلام بوصفها عقبة أمام مشاركة المعارضة في أستانا غير مقنعة فهذا يعني أن الجولة ستفشل بامتياز خاصة بعد تصريحات ممثل وفد الأسد بشار الجعفري الذي قال أن وفد النظام حضر إلى أستانا فقط للتشاور مع إيرانا وروسيا لا أعتقد أنه أصبحت محج وإنما فرض هذا الحج فرض لأنه سمح لروسيا بالاستفراد بالساحة السورية وبحل مشاكل الأزمة السورية بشكل عام اللقاءات تتعدد وتختلف أماكنها بين جنيف موسكو وأستانا بعضها يحقق اتفاقات تنقد بعد وقت قليل والبعض يبوء بالفشل قبل بدئه ذلك لأن منصات عديدة تصف نفسها بالمعارضة وهي لا تتفوه بكلمة ضد النظام ولا تدلي بقرار يمكن أن يجرح مشاعر نظام الأسد لبرنامج هنا الرياض رائد الأخبر